اشتركوا في القناة وانتصاراته الوقتية لم يعد قادرا اليوم على التحكم في بقية الباقية من قادته ومن مقاتله ايضا بالتالي باتت الاراضي التي كان يحتلها تقاس بالكيلومترات داعش اليوم في مرحلة الاحتضار على رغم من محاولاته ان يثبت للرأي العام العالمي انه ما زال قادرا على البقاء ما زال قادرا على التمدد من خلال بعض التفجيرات التي يقوم بها خارج اطر المناطق التي يحتلها وهو بذلك يثبت للعالم بانه غير قادر على ان يسجل لنفسه تفجيرا او ضربة مدوية في المناطق التي بقي يحتلها بفعل دقة ضربات الحكومة العراقية مدعومة بالتحالف الدولي وبفعل الحصار فما الذي يجعل داعش غير قادر على الاستمرار اكثر ولماذا لن يكون داعش قادرا على الاحتفاظ بالموصل لفترة اطول هل بسبب الضربات التي يتلقاها ام للضعف والتخبط الذي يعيشه التنظيم داخليا وما هي السيناريوهات المحتملة لنهاية داعش كليا في الموصل وهل سيحاول داعش اعادة احتلال الموصل وهل سيحاول ايجاد موطن قدم له في مكان اخر كل هذه الاسئلة مشاهدين سنحاول ان نجيب عنها في حلقة ليلى من اكثر من عنوان التي ستكون حلقة خاصة جدا نعتمد فيها بالاساس على مواد حصرية من قلب الموصل حلقة اكثر من عنوان ستبدأ عنوانها بالخط العريض داعش يخسر في الموصل على التوالي ونهايته الحتمية حانت يقترب داعش من الهزيمة الكاملة في الموصل ويحاول مقاتله الهروب من المدينة سيكون تحرير الموصل خسارة جديدة وكبيرة للاراضي التي تقع تحت احتلال داعش منذ الايام الاولى التي احتل داعش فيها مدينة الموصل كان يتجه نحو فشله خطوة بخطوة وقد ادت اساءة استخدام التنظيم للدين لاستمرار الموت والدمار بمجرد انتهاء داعش سيصبح مواطنو الموصل قادرين على اعادة بناء مدينتهم بعد الدمار الذي احدثه داعش سيعود المواطنون الى ديارهم ومحلاتهم ووظائفهم سيحضر الاطفال الى المدارس وسيلعبون في المتنزهات مرة اخرى وسوف تفتح جامعة الموصل ابوابها من جديد كل هذا سيجعل مواطني الموصل افضل حالا مما كانوا عليه في ظل احتلال داعش ان تواجد داعش في الموصل لم يؤدي لشيء سوى لمعاناة المدنيين الابرياء فقد كان هؤلاء المدنيون محاصرين خلال المعارك وكانوا يفتقرون الى الرعاية الطبية والخدمات الاساسية اضافة الى انهم فقدوا كل ممتلكاتهم ومع هرب داعش سيواصل سكان الموصل تجنب تقديم اي مساعدة للتنظيم وسيتذكرون تماما ان مقاتلي داعش لم يجلبوا لهم سوى الموت والدمار الامر يعود الان لسكان الموصل واهلها اذا كانوا يريدون ان يعيدوا لمدينتهم جمالها السابق من دون اضاعة الوقت اذا حاول داعش اعادة احتلال الموصل او حاول التسلل الى مناطقها سيضمن سكان الموصل عدم حصول داعش على اي مأوى او اي مساعدة اخرى خدع داعش ابناء الموصل مرة واحدة وسوف يكونون اكثر حذرا ووعيا مما سبق سيكون هناك حالة من التأهب والمقاومة هذه المرة هذا يعطي بقية افراد داعش الذين ما زالوا في الموصل الخيار الافضل وهو التخلي عن معركتهم الان لانهم سوف يجدون انفسهم ضعفاء عندما تتحرر الموصل بالكامل اهلا بكم الجديد مشاهدين لحلقة ليلى اذا من اكثر من العنوان والتي كما قلنا في البداية سنركز فيها بالدرجة الاولى على نهاية داعش في الموصل من خلال مواد حصرية من هناك اذا عملية تحرير مدينة الموصل من احتلال داعش تقترب من نهايتها وقد يكون هناك بعض الصعوبات في المرحلة النهائية من المعركة لكن خسارة داعش اصبحت بالفعل امرا لا مفر منه والاهم من ذلك هو ان فقدان داعش لمدينة الموصل يعني ايضا ان التنظيم سوف يجد صعوبة في العودة من جديد وهذا ما تحدثنا عنه في تحليلنا السابقة وايضا التقرير السابق نذهب اذا الى هذه المادة الاخبارية التي جمعها لنا زميل في غرفة اخبار عن حسام الاحبابي المهتم بالشأن العراقي بتحديد ملف داعش في الموصل اثبتت اذا بالوثائق بان داعش يتجه يوما بعد اخر الى نهايته المحتومة فقد ايقن قادته من خساراتهم الموصل بعد ان شعروا على مدى نحو ثلاث سنوات بان الموصليين يرفضونهم فايقنوا تماما لا سيما مقاتلو التنظيم بانه لا مفر من الموت وان استمرار القتال مع التنظيم غير مجد كل هذه التفاصيل نتابعها في تقرير اعده زميل حسام الاحبابي وندهب بعد ذلك للحوار مع زميل حسام الذي سينضم لنا هنا في السوديو من بين الدلائل الجديدة على انهيار داعش في الموصل فقدان التنظيم الغطاء الميدانية للمقاتلين خلال مواجهتهم القوات العراقية المشتركة بعد ان هرب الالاف منهم الى سوريا او عادوا الى بلدانهم واحدة من الوثائق التي حصلت عليها اخبار الان تبين محاولة داعش معالجة خسارة عديده الميداني بينما تحاصره القوات العراقية في المدينة القديمة بالموصل وفي الازقة الضيقة فاستعان بطائرات مسيرة من صنعه لمراقبة انتشار مقاتليه بهدف التغطية على نقص عديده ومراقبة من يحاول الهرب منهم حاول داعش وايضا معالجة فقدانه القدرة على تصنيع المتفجرات بعد ان ضبطت القوات العراقية وفجرت جميع معامله لتصنيع هذه المتفجرات اذ تشير وثيقة اخرى الى استعانة التنظيم بطائراته المسيرة وركب عليها اسلحة رشاشة كبديل لقنابله البدائية التي كان يلقيها من هذه الطائرات بموازاة هذا الانهيار بث داعش اصدارا جديدا يكرر فيه اعترافه بخسارته الموصل وكيف رفضه الموصليون على مدى نحو ثلاث سنوات كما اظهر هذا الاصدار افرادا من مقاتلي داعش وهم يساقون الى العقاب او الاعدام الامر الذي يدل على كثرة معاناة التنظيم من هروب مقاتليه من عمليات الموصل وكيف يهرب هؤلاء المقاتلون دائما بعد تيقنهم من انهيار داعش وبان قتالهم معه غير مجد تماما لقطات اصدار داعش هي ادلة صريحة على ان ماكنته الاعلامية غير قادرة على انتاج فيلم متكامل حول معارك غربي الموصل وبدلا من ذلك بثت تنظيم لقطات لاشتباكاته في الساحل الايسر من المدينة الذي خسيره امام الامكانات القتالية والتجهيزية التي تتمتع بها القوات العراقية التسجيل الذي نشره اعلام داعش اظهر اعترافا صريحا من قبل ما يسمى بمفتي داعش ابو ايوب العطار بان داعش زائل من الموصل فقد تحدث بشعور منكسر عن الرفض الواسع الذي تلقاه التنظيم من قبل الموصليين الى جانب الفرح الذي غمر سكان المدينة عندما تمكنت القوات العراقية من تحرير مناطقهم منذ يوم احتلاله الموصل شعر داعش برفض اهلها هذا الاحتلال فضلا عن تأكد قادته المتبقين بانهم اتجهوا للفشل يوما بعد اخر وهو ما اكده منشقون لاخبار الان وكان السبب الابرز في هذا الانهيار هو اساءة استخدام داعش دين الاسلام ما نتج عنه موت ودمار نتيجة اعتماد التنظيم سياسات لا تمت للدين والمجتمع بصلة ورحبا بداية في فلسستوديو وزميلي في غرفات الأخبار المتابع للشأن العراقي بالتحديد ملف داعش في العراق زميل حسام الأحبابي أهلا بك معنا حسام في البداية وطبعا انطلاقا من متابعتك للشأن العراقي ومن الوثائق الحصرية وتقالي الحصرية التي تعدها في أخبار الآن ماذا يعني اعتراف داعش بهزيمتي في الموصل ماذا يعني ذلك فيما يخص تجنيد مقاتلين جدود أيضا ما أثر ذلك على مناصرية التنظيم حتى خارج مناطق احتلاله نعم زميلة خديجة شكرا لك لهذا السؤال طبعا مثل ما تحدثنا في تقاريرنا وفي الوثائق التي عرضتها أخبار الآن فيما يتعلق بانهيار داعش سواء كان هيكلية أو ميدانية الاعتراف الأخير أو الاعترافات المتكررة الأخيرة هي تعني الكثير هذا الأمر يؤثر أيضا على مناطقهم في سوريا لأن الاعتراف بالهزيمة في الموصل لا يعني اعترافا ميدانيا فقط بل كان اعترافا تنظيميا هذه الاعترافات كانت ما يدول عليها الوثيقة الرسالة التي كشفتها أخبار الآن من خلال تغطيتها لعمليات تحرير الموصل رسالة قيادي من داعش إلى أعضاء مجلس شورى التنظيم التي تحدث فيها عن أسباب انهيار التنظيم في الموصل هذه الأسباب التي تحدث فيها تعني وصول خلافات القادة قادة داعش في الموصل إلى أوجهها إلى أعلى مستوياتها طبعا كل هذه الخلافات التي أثرت على هيكرية تنظيم داعش سواء كان ميدانيا أو تنظيميا ستعجل أيضا بانهياره في مناطقه المتبقية في سوريا لا ننسى أنه ما يؤشر ويعكس الخلافات التي كانت متصاعدة في مدينة الموصل هو الاجتماع الأخير ما بين قادة العرب والأجانب في تنظيم داعش قد عقدوا اجتماعا في مدينة الحضر وبحثوا فيه البدائل التي ممكن أن يبحثون عنها غير زعيم أبو بكر البغدادي المتخفي أو الغائب أو الذي لا يعرف له مصيح حتى الآن لذلك بحثوا في مدينة الحضر عن بدائل جديدة قد تكون تبعية جديدة لتنظيمات إرهابية جديدة أو تشكلات إرهابية جديدة أما أثار الانهيار التنظيم داعش في الموصل على مناصرية خارج العراق فبالتأكيد المناصرين والمؤيدين لتنظيم داعش يشعرون اليوم بأن انهيار داعش معنى زوال تنظيم داعش فعلا بالنهاية ولذلك لا يمكن أن يعولوا على جدوى معينة بالاستمرار بمناصرته أو تأييده إلا إذا ظهر تنظيم إرهابي جديد وهذا ما يمكن القول أن هنا التحدي الأكبر بالنسبة للقوات العراقية أو السلطات الاستخبارية العراقية أو حتى الدولية لمنع ظهور تنظيمات إرهابية جديدة في منطقة قد تكون المنطقة الصحراوية المحاذية لمدينة الموصل هذه اللي ممكن أنه تفرخ إنصح التعبير تنظيمات إرهابية يجب لجمها قبل هذا هو التحدي الكبير الذي ما بعد عمليات تحرير الموصل حسام إضافة لمتابعتك أنت طبعا لملف الموصل والعمليات العسكري وملف داعش هناك أنت ابن العراق وتعرف معرفة جيدة الشعب العراقي وخاصة الموصليين إضافة إلى كل الأسباب التي ذكرناها وخسرات داعش وما إلى ذلك هل الحاضنة الشعبية الرافضة لتنظيم داعش خاصة في الموصل دور في هذا الفشل فشل داعش وإلى أي مدى كان هذا الدور؟ طبعا مثل ما تعرفين زميلتي خديجة أن الشعب العراقي ولاسيما بناء الموصل وابناء المدن التي كان يحتلها الداعش في الأنبار وفي صلاح الدين وفي ديالة وفي كاركوك ما زالت بعضها محتلة وفي صلاح الدين ما زالت محتلة الشعب العراقي كله متأثر من تنظيم إرهابي بحجم داعش لذلك ما بعد عمليات تحرير الموصل أو ما بعد عمليات تحرير مناطق أخرى غير الموصل شعروا بأنهم لن يقعوا فعلا في خديعة جديدة من قبل منظمات إرهابية ومن بينها داعش لأن هذه التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها هذا التنظيم الإرهابي جلب لهم ويلات ومعتقدات ظلامية هذه المعتقدات الظلامية التي جلبها الموصليين هم يستخدم فيها الدين ويستغل فيها الدين من أجل إشعارهم بأن الوضع ممكن أن يتحسن لا بالعكس أن الوضع تأزم كثيرا ويستغلوا الدين لمصالحهم الشخصية ولأمورهم المصلحية سواء كانوا بتهريب الآثار أو بتهريب النفط أو بالمتاجرة في أموالهم وممتلكاتهم ومصادرة أموالهم خاصة ما يسمونهم قادة داعش المرتدون الذي يشير بهم إلى المتسبيل لقوات الأمن العراقية سواء كانت شرطة أو أجسد أمن داخلي هذا الرفض تكون للموصليين بعد أقل من ثلاثة أشهر وممكن القول ما بعد شهرين بعد احتلال داعش عام 2014 في حزيران عام 2014 بعد شهرين شعروا الموصليون وغيرهم بخديعة داعش لهم ما بعد شهرين فعلا من احتلال هذه الدون لذلك ما بعد هذا الشعور أصبح السكان المحليون في مدينة الموصل أو الأنبار أو غيرها مصادر استخبارية مهمة للجيش العراقي من ضمن هذه المصادر الاستخبارية كان فيه كتائب اسمها كتائب الموصل وغيرها مجموعات مقاومة للداعش من داخل المدينة هذا كان نتيجة شعور أهل الموصل بأن الداعش جلب لهم الظلام جلب لهم القتل والدمار كان لهم دور في فضح داعش أكثر ابقى معي خسام سعود إليك بعد قليل طبعا للحديث بقية زميل حسام الأحبابي مشاهدينا فاصل قصير بعده نعود لنوصل الجزء ثاني من حقاة ليلى من أكثر من عنوان ابقوا معنا أهلا بكم من جديد مشاهدينا حلقة ليلى من أكثر من عنوان والتي نخصصها للحديث عن فشل داعش في الموصل من جديد أرحب بضيفي في الستوديو الزميل حسام الأحبابي وينضم لنا الآن عبر الأقمار الصناعية مباشرة من أربيل مراسل أخبار الآن في الموصل وسام يوسف وسام مساء الخير أهلا بك معنا التطورات على الأرض إلى ماذا تشير بالتحديد يعني فيما يخص انهيار داعش إلى أي مدى تكشف انهيار داعش الكلي في معركات الموصل بالنظر إلى الخسارات نعم كثير من المواشرات بالفعل خاصة خلال معركة الجزء الغربي من مدينة الموصل وجزءها الشرقي أيضا تشير إلى قرب نهاية داعش وإلى انهزام داعش وإلى أن معنويات داعش منهارة بكل تأكيد خاصة سرعة العمليات وسرعة استعادة الأحياء الشرقية وأكثر من 60% من الأحياء الغربية هذا كله يشير إلى سرعة زوال داعش وإلى أن داعش لا يستطيع الاستمرار في القتال كثير من العوامل حقيقة على هذا الموضوع وعلى كثير من العوامل أثرت على هذا الموضوع وعلى ما أدت إليه الأمور بما يخص داعش ووجوده في مدينة الموصل من أهم العوامل التي نحن على تماس مع النازحين ومع الناس ونستمع إلى حاديثهم وأراهم في هذا الموضوع الموصل المقاتلي داعش خسروا أهالي الموصل هذا ما أدى إلى هذا المصير وزوال داعش في هذه الفترة السريعة واستمرار المعارك بهذا الشكل وخسارة داعش المستمر للأراضي داعش لم يعد له مناصرين في الموصل من المدنيين أهالي الموصل هم من يقوم بمحاربة داعش أيضا إضافة إلى القوات الأمنية أهالي الموصل هم يبلغون عن أماكن تواجد داعش التي يتخذها عناصر داعش مقرات لهم المدنيين هم الذين يبلغون القوات الأمنية ويتم معالجتهم من خلال الطيران ومن خلال الأسلحة الأخرى هذا الشيء يعني الكثير صراحة أهالي الموصل بعدما اكتشفوا نية داعش الحقيقية من احتلال مدينة الموصل بالفعل وعوا إلى الفخ الذي وقعوا فيه أو الذي جرهم إليه بعض عناصر داعش ومقاتلي داعش خلال السنتين أو الثلاث سنوات التي مضت من خلال أفعال داعش المشينة للأهالي والمدينة من خلال تدمير الكثير من البنى التحتية للمدينة أيضا مع انطلاق العمليات مع انطلاق عمليات تحرير الموصل عناصر داعش كانوا يتعمدون تدمير الكثير من البنية التحتية لمدينة الموصل عند انسحاب منها أو قبيل انسحاب منها هذا كان مؤشر مهم جدا لأهالي الموصل ما جعلهم يكتشفون نية داعش نية داعش هي خراب المدينة وترك الموصل أرض خريبة هذا الذي اكتشفوه أهالي الموصل وهذا الذي جعل أهالي الموصل أيضا يشاركون في عملية محاربة داعش إذن ويسام ربما الأهالي أهالي الموصل والمدنيهم هم من عجلوا بنهاية داعش في هذه المعركة بالنظر إلى ذلك وبالنظر إلى الخسارات على الأرض في هذه المعركة في الموصل كيف يمكن أن نتحدث عن مقاتلي التنظيم كيف هم ما هو عددهم معنوياتهم ما مدى تمسكهم بالانتماء لداعش بالتأكيد أعداد المقاتلي داعش هي في تناقص مستمر قبل بداية عمليات الموصل كنا نتحدث عن خمس تلاف مقاتل موجود داخل مدينة الموصل بضفتها الشرقية والغربية ومع استمرار العمليات نحن نتحدث الآن ما لا يزيد عن ألف مقاتل لداعش لا زالوا متحصنين داخل الأحياء المتباقية حقيقة هي ست أحياء تبقت من غرب الموصل لا زالوا متحصنين فيها أقل من ألف مقاتل الكثير من مقاتلي داعش لقوا مصرعهم خلال المعارك خلال الأشهر الماضية العديد منهم والكثير منهم أيضا تمكنوا من الفرار رغم أن الجيش العراقي القوات العراقية حققت طوقا كاملا على الجزء الغربي خاصة من مدينة الموصل ولكن عناصر داعش تمكنوا بطريقة أو بأخرى من الإفلات من هذا الحصار والخروج من مدينة الموصل خاصة العراقيون منهم عناصر داعش ومقاتلي داعش العراقيين تمكنوا الكثير منهم من الفرار مع النازحين ربما العديد منهم ألقي القبض عليهم والقسم الآخر نجح في الفرار من مدينة الموصل جل ما يهتم به حاليا مقاتلي داعش هو كيفية تخليص أنفسهم من المأزق الذي وقعوا فيه هم يفكرون بعوائلهم كيف يخلصون عوائلهم من هذا الحصار الذي وقعوا فيه ومن هذه الأزمة وكيف سيخلصون أنفسهم هذا ما يفكر فيه مقاتلي داعش في هذه الفترة صراحة ليس هناك قتال جدي من عناصر داعش بمعنى القتال كما كان في بداية العمليات عناصر داعش أصبحوا متيقنين من قرب نهايتهم والمسألة هي مسألة وقت خاصة أن القوات الأمنية العراقية تتقدم بشكل جيد جدا خلال هذه الفترة ابقى معي وسام سأعود إليك بعد قليل لنتحدث في نقاط أخرى في هذه العملية العسكرية في الموصل وخسرت داعش تحديدا مشاهدين إذن في هذا الصدد أيضا أكد رئيس أركان قيادة عمليات نينة والعميد الركن عدد محمود بأن داعش في وضع متقهقر تماما بعد أن حصلته القوات العراقية المشتركة في جانب الأمن من الموصل مواضحا أن لا خيار أمام مقاتلي داعش سوى الموت بعد أن تم تحرير أكثر من 65% من مساحة غربية الموصل الكل يعلم وليس مخفلة على الآخرين أن وضع داعش الآن في وضع تقهقر تماما قطعات الساحل الأمن المتمثلة في مكافحة الإرهاب البطلة والشرطة الاتحادية البطلة وقيادة الفرقة التاسعة البطلة زائد الحجد الشعب البطل أطبق الخناق بالكامل على داعش في المنطقة في الساحل الأمن تماما والآن ما يقارب أكثر من 65% من الساحل الأمن بيد قطعاتنا العراقية وإن شاء الله ما هي إلا أيام بإذن الله تعالى ستفصل بين الحق والباطل الحق هو عبدة الساحل الأمن إلى حضنين والحضبة شنو هي الخيارات اللي أمام داعش لا خيارات أمام داعش نهائيا أغلقت كل الخيارات أما الاستسلام أو الموت وأعتقد هو فكر بالخيار الأخير الموت وإن شاء الله نهاية واتت كل شيء قريبا شديد أعود إلى أربيل مباشرة مع مراسل الأخبار الآن في الموصل ويسام يوسف ويسام الأنباء تحدثت عن حصار داعش في ثمانية أحياء فقط في الموصل يعني لم يتبقى سوى ثمانية أحياء للعملية العسكرية في الموصل التي تنتهي كيف يؤثر هذا الحصار حصار التنظيم ومحاصرته في هذه الأحياء على قطع خطوط الإمداد نعم قبل أن أجيبك عن هذا السؤال ملاحظة هي ستة أحياء متبقية وليس ثمانية القوات العراقية قبل يومين أو ثلاثة كانت تحرير تحرير المشيرفة والهرمات نعم أصبحوا ستة أحياء اليوم بالتأكيد الحصار الذي قامت به وطوقته القوات العراقية على مقاتلي داعش في هذه ستة أحياء الكثير أثر عليهم بشكل كبير جدا من ناحية أنه عدم وصول أي تعزيزات لا من ناحية البشرية ولا من تعزيزات عسكرية من أي مكان آخر اتصالاتهم منقطعة عن العالم الخارجي كذلك المؤن التي كانوا يحتفظون بها لم يعود لديهم مؤن كافية الحصار كان ناجحا بشكل جيد هذا ما شهدناه من خلال المعارك صراحة وسير المعارك لأن هذا الحصار أثر على مقاتلي داعش المتحصنين في هذه الأماكن بشكل كبير جدا والدليل التقدم الذي قامت به القوات العراقية نهار أمس واليوم الحصار كان مجدي جدا ولكن هناك رأي آخر في هذا الموضوع أن الحصار ربما الحصار أو الطوق الأمني الذي قامت به القوات العراقية قد أثر على توقيت المعركة هناك من الضباط العراقيين من يشير إلى أن هذا الطوق قد جعل مقاتلي داعش ربما يستميتون أكثر في الدفاع عن أنفسهم لو كان هناك مجال للهروب لبما كانت معركة الموصل قد انتهت منذ مدة لكن خطوة الإمدار هي مقطوعة الآن خطوة الإمدار بالتأكيد كل شيء مقطوعة عنهم هم حاليا لا يفكرون بأي شيء سوى كيف يخلصون من أنفسهم من الموت وكيف يفلتون من هذا الطوق وهذا بالتأكيد صعب جدا شكرا لك على هذه المدخلة معنا ويسام يوسف مراسل الأخبار الآن في الموصل كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من أربيل شكرا جزيلا لك الآن أعود إلى ضيفي في الستوديو الزميل حسام الأحبابي حسام سمعنا قبل قليل من ويسام انهيار داعش الميداني ماذا بالنسبة لانهياره كان تنظيم انهيار هيكلته انهيار داعش في تكتيكاته الإرهابية ماذا عن تخبطاته الأخيرة الآن نعم زميلته خديجة الآن داعش في وضع متقهقر فعلا تماما مثل ما قال رئيس الركان قيادة عمليات 2 وخاصة أنه قادة داعش الآن هم منقسمون أيضا بسبب الخلافات التي تكررت عليهم منذ بدء عمليات تحليل موصل لحد الآن لكن كتنظيم الآن هو يعني كهيكلية الآن هو مضاف إلى الخلافات التي تتصاعد يوما بعد آخر الآن لا يوجود للخطوط امداد ما بين تلعفر والموصل ما بين الموصل وبعاج ما بين الموصل وبعض المناطق التي كانت يحتلها داعش في الصحراء سواء كانت من جهة سنجار أو من جهة مدينة الحضر أضف إلى ذلك كل هذه الخلافات وهذه الانقسامات وهذا الامداد المنقطع ما بين مناطق داعش التي يحتلها هنا بدأ قادة داعش يتخبطون في تكتيكاتهم الميدانية سواء كانت القتالية أو كانت إعادة الانتشار أو التموضع لذلك في الوثائق التي حصلت عليها أخبار الآن في الفترة الأخيرة الماضية حصلت على وثائق حتى فيما يتعلق بتكتيكاتهم القتالية الخاصة بطائرات المسيرة التي كانت تلقي قنابل على بعض المناطق التي يستهدفها داعش هذه الطائرات المسيرة استخدمت بسبب نقص المسلحين لدى داعش استخدم الطائرات المسيرة للتغطية على تحركهم الميداني هذا يعني أنهم منهارون هذا يعني أنهم قادة داعش لا يملكون العدد الكافي من المقاتلين أيضا استخدموا الطائرات المسيرة لتركيب أسلحة رشاشة لتصويها باتجاه أهداف معينة هذا يعني أن داعش فقد بالفعل معامل التفخيخ والتصفيح التي كان يستخدمها لتفخيخ السيارات وإرسالها كهجمات انتحارية إلى قطاعات الجيش العراقي أو مناطق أخرى لذلك هو الآن بدل أن كان فقد معمل لتصنيع متفجرات كانت توفر قنابل لهذه الطائرات المسيرة التي تلقيها في مكان معينة الآن بدأ يستخدم أسلحة شاشة على طائرات مسيرة هذا يعني أنه فعلا فقد قدرت على التفخيخ وعلى الحصول على متفجرات لهذه كل ذلك يعني مع الخطوط الإمداد فعلا هم الآن مثل ما ذكر مراسلنا في الموصل الذي أنظم إلينا من أربيل كل هذا يعني أن داعش فعلا محاصر ولا يمكن له سوى خيارين الخيار الأول لا يمكن أن يكون أمامه سوى خيارين الأول هو الاستسلام أو الموت ولذلك هم في هذه المناطق المناطق الضيقة أو المناطق المفتوحة الآن الجيش العراقي يتمكن من تحرير مناطق بسرعة جيدة جدا لأنها مناطق مفتوحة أما هم ينحصرون يوم بعد آخر في مناطق الموصل القديمة من خلال متابعتك أيضا للملف الإنساني فيما يخص وضع المدنيين وماذا يقولون يعني ماذا سمعت منهم فيما يخص رؤيتهم ونظرتهم للموصل ما بعد داعش طبعا مثل ما تحدثنا قبل قليل أو في بداية البرنامج سكان الموصل لن يقعوا مجددا في فخ التنظيمات الإرهابية سواء كانت داعش أو غيرها هذا الموضوع بعد أن تخلصوا من داعش الذي تمكن للأسف من تخريب مدينتهم لن يسمحوا مجددا بعودة تنظيمات الإرهابية من هذا النوع خاصة أنه اليوم ما بعد أصدار داعش الفوديوي الذي أصدره وشاهدنا مفتي الشرعي تبعهم أو القادة الذين يظهرون أمام داعش هم قادة منكسرون بسبب واعترفوا بأن أهل الموصل تعاونوا مع القوات العراقية سواء كانت أمنية أو عسكرية لذلك هم الآن فعلا منكسرين القادة الداعش أمام هذه المفاجأة الكبيرة أو الصدبة الكبيرة من أهالي الموصل منذ اليوم الأول لإحتلال مدينتهم هم ضد داعش وهم يرفضون داعش لكن كانت قبضة داعش للأسف كتنظيم الإرهابي بهذا الحجم وأيضا انشغال الحكومة العراقية في مدن أخرى لتحريرها كان هو سبب في نوعا ما الداعش تمكت من الضفاء نوعا من السلطة القابضة على هذه المدينة شكرا جزيلا لك زميل في غرفة الأخبار وطبعا المتابع لإشاء العراقي وملف داعش في العراق حسن الأحبابي شكرا جزيلا لك مستمروا معكم مشاهدين مع هذه الحلقة من أكثر من العنوان فستنقل سنعودوا بعده وابقوا معنا أهلا بكم من جديد مشاهدين إلى هذا الجزء الأخير من حلقة ليلى من أكثر من العنوان والتي نخصصها للحديث عن هيار داعش في الموصل وعدم قدرته على الاستمرار أكثر خاصة مع هروب مقاتل داعش عن المعارك بسبب هزائمهم المتتالية من دون أدنى شك إنها الفترة الأسوأ التي يعيشها داعش منذ أعلان خلافته المزعومة ضربات متتالية تلقاها التنظيم مؤخرا أفقدته جزءا كبيرا من توازنه وأسهمت فعليا في تفتيت بنيته الهيكلية علامات التخبط التي تسود أواصط التنظيم ظهرت جليا في الآوينة الأخيرة أكدها هروب المئات من مسلحيه صوب الحدود التركية وفرار أفراد التنظيم من الرقة إلى دير الزور إضافة إلى تقهقر واسع في مدينة الموصل جميع المؤشرات الحالية وفق ما يراهم محللون تفيد بأن نهاية التنظيم أضحت مسألة وقت لا أكثر ضربات قوات التحالف المركزة أسهمت بشكل فاعل في تفكيك أواصر الاتصال بين المسلحين سواء كان ذلك داخل العراق وسوريا أو خارجهما يعطف على ذلك فقدان التنظيم لعدد كبير من قادته البارزين في المعارك التي يخضها على أكثر من جبهة انتكاسات التنظيم الإرهابي لم تتوقف وهذه المرة كانت في أفغانستان وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون قالت إن زعيم تنظيم داعش في أفغانستان علي عبد الحسيب ربما قتل الأسبوع الحالي خلال عملية استهدفت مجمعا قرب منطقة الأنفاق حيث ألقت القوات الأمريكية في الثالث عشر من أبريل الجاري أقوى قنبلة غير نووية في ترسانتها والتي تعرف بأم القنابل البنتاجون اعتبر أن قتل عبد الحسيب وأتباعه سيؤثر بشكل كبير على عمليات داعش في أفغانستان وسيساعد واشنطن على تحقيق هدفها بتدمير التنظيم في هذا العام تشتت داعش في أفغانستان فاقم من حدته الصراع الأخير على النفوذ مع جماعة طالبان التي أطلقت مؤخرا هجومها الربيعية السنوي على ما أسمته القوات الأجنبية تحت اسم عملية منصوري مصادر صحفية أفغانية أشارت إلى قتل تسعين مسلحا على الأقل بعد الاشتباكات التي اندلعت بولاية جوزجان شمال البلاد بين مسلح داعش وطالبان داعش وطالبان كلاهما يسعى بشكل حثيث إلى التظاهر بالقوة والبقاء داعش يلجأ إلى احتجاز مدنيين في العراق وسوريا لكسب مزيدا من وقت لم يغير شيئا من نهاية حتمية وطالبان أطلق هجوما أسماه ربيعا بعد ظهور خريفا جديد تساقطت فيه أوراق التنظيم الواحدة تلو الأخرى ويسعدني أن أرحب في الستوديو بضيفي الأستاذ غانم العابد الباحث المتخصص في شؤون الموصل أستاذ العابد مسل خير أهلا بك معنا التقرير تحدث عن علامات التخبط في تنظيم داعش في أوساط التنظيم وظهرت بشكل واضح في الأون الأخيرة لو تذكر لنا بعد التخبطات أيضا فضلا عن ما ذكر وكيف تقرأ هذه العلامات الآن؟ نعم بالبداية مساء الخير أستاذ خليج حقيقة داعش الآن أصبح معزول في مناطق محددة وآخر ما يسيطر عليه في مدينة الموصل الطوق الذي ضربه الجيش العراقي على داعش عزل قيادات داعش عن قياداتها لعلى وعزل قيادات داعش عن حتى المقاتلين لهذا بدأت هناك تصرفات فردية أيضا نلاحظ هناك شراسة من قبل داعش تجاه المدنيين حيث أن داعش بدأ يعتبر أن أهالي الموصل أنهم لم يساندوه ولم يقاتلوا معه ولذلك بدأت عمليات عدام كبيرة جدا من قبل داعش للأهالي طيب داعش مني بالخسرات كبيرة في الموصل وأيضا خارجها طبعا أثبت أنه غير قادر على الحفاظ على مناطق احتلاله حتى لفترات زمنية قصيرة ربما وأيضا المناطق التي له فيها أنصار أيضا هذه المناطق أصبح ربما يفقد الحاضنة هناك أو حتى الأنصار في مناطق كان في وقت ما له أنصار فيها السقف الزمني التي يمكن أن نشهر هذا فيه ونهاية كلية لداعش ما هو؟ يعني إذا تقصدين في الموصل؟ لا حتى خارج الموصل حتى في مناطق التي فيها الأنصار نعم يعني الكل يعلم أن داعش لا يتواجد إلا في المناطق غير مستقرة أمنيا مثل عراق سوريا أفغانستان وليبيا فيما يخص مدينة الموصل اليوم القيادات العسكرية أعلنت أنها خلال 25 يوم لن يبقى هناك أي تواجد لداعش والسيطين تحرير كامل الجانب الأيمن حقيقة الداعش سيبقى يقاتل في مناطق الموصل القديمة داعش نعم هناك 6 أو 7 مناطق لا زال يسيطر عليه داعش لكن منطقة الموصل القديمة لوحدها يوجد فيها أربعة آلاف عائلة لو ضربنا أن كل عائلة في خمسة أشخاص يعني أن داعش يحتجز أكثر من 20 ألف مواطن فقط في منطقة الموصل القديمة على عكس الجيش العراقي اليوم الجيش العراقي تحديدا في منطقة الهرمات والتي هي لا زالت منطقة قتال لحد الآن أول ما سارع بعملها الجيش العراقي قيامه بإخلاء كل المدنيين والعوائل في منظر كان يمتزج فيه الفرح والحزن أهالي الموصل قاموا بتقبيل الجيش العراقي وتقبيل العلم العراقي على ما قدمه الجيش العراقي لإنقاذهم من ظلم داعش أنا أعتقد أن داعش سيتواجد في أي منطقة غير مستقرة أمنيا أي منطقة تشهد خلافات سياسية وتشهد مشاكل داخلية في ذلك البلد شكرا لك على التعليق على هذه الفقرة ولكن إبقى ما يسأد إليك بعد قليل لكي نتمم النقاش في نقاط أخرى إذا المشاهدين على الرغم من احتلال داعش الموصل ثلاثة سنين عجاف بعد أن تحرر شرق المدينة في وقت تستمر عملية تحرير غربها إلا أن الموصليين سريعا يعودون إلى حياتهم الطبيعية وخلال فترة قصيرة جدا وسام يوسف زار عددا من مناطق الساحل الأيسر للموصل وعاد بهذا التقرير بينما لا تزال المعارك متواصلة في الجزء الغربي من مدينة الموصل التي لا زال مقاتل داعش يسيطرون على أقل من 20% من مساحتها يتواصل أهالي الموصل في الأحياء المحررة العمل على إعادة الحياة إلى مناطقهم بكل تفاصيلها وإزالة ركام الدمار الذي خلفه داعش في شوارعها ومنازلها الموصل تختلف عن كل المناطق التي تحررت الموصل الموصل رجعت الحياة فيها أسرع من أي منطقة رجعت الدوام ورجعت الشغل ورجعت المحلات منطقة الجامعة والزهور الموصلة كلها رجعت فيها الحمد لله الشغل والحركة العالم تروح وتجي ماكو أي مشكلة عمليات الإعمار هنا التي يقوم بها الأهالي والفرق الحكومية والبلدية جعلت الحياة تعود إلى طبيعتها إلى حد كبير فالمدينة بدأت تعج بالحركة كسابق أهدها والإصرار على إزالة مخلفات تنظيم داعش من المدينة واضح في شوارعها وأسواقها حركة البناء وأصوات العمل هنا تضغى على أصوات المعارك التي لا زالت تدور بالقرب من هنا لتحرير ما تبقى من مدينة الموصل التي بدأت الحياة تعود إليها بشكل طبيعي أهل الموصل أو المصلاويين كما يسمون أنفسهم يحاولون بكل جد ومثابرة التخلصة ليس من مخلفات داعش في شوارع مدينتهم فحسب بل ونسيان الذكريات الأليمة التي خلفها داعش عبر ثلاث سنوات عاث في المدينة خرابا ودمارا داعش عذاك الجانب أسا بل إن شاء الله ذاك مثل نهم يتحرر وترجع الحياة الطبيعية والناس تعيش لأش نريد إحنا لأننا دريد نعيش ونروح ونجي بطريقنا لأن الشغلة بأحد ولا حل وشغل والحمد لله شنو هي رسالتكم للعالم بالكامل؟ والله نريد العالم تتحرك على تعمير البلد يعني يجون يشوفون الوضعية شوية يساعدون الحكومة ماننا لأن الحكومة دافعت عن العالم كله الجيش هذا ماننا دافع عن العالم كله ما بس علينا فريد يجاني عمرون يشوفون الوضعية حتى يساعدون البلد ماننا لأن محنة كبيرة كانت الزائر لمدينة الموصل في بعض أحيائها لن يصدق أن داعش كان هنا قبل أشهر قليلة فعبر تاريخها كانت هذه المدينة تعود إلى الحياة مجددا بعد كل نكبة أصابتها وليس بالجديد أن تعود وتنهض بعد أن طردت داعش من شوارعها وأزقتها أعود إلى ضيفي في السيديو سيد غانم العابد الباحث المتخصص في شؤون الموصل إذن هذا التقرير ربما يعطي الأمل حتى المدنيين محاصرين في المناطق التي لا تزال تحت احتلال داعش الموصليون في المناطق المحررة عادوا إلى حياتهم عادت الحياة إلى طبيعتها هناك نوع من التفاؤل حتى في التقرير للأشخاص الذين سطلعت أراؤهم ما رسالة التي يريد أن يبعث بها هؤلاء الموصليون في المناطق المحررة الذين عادوا نعم حقيقة الشخصية الموصلية على مر التاريخ لم تتأثر بأي طارة يعني داعش الموصل تعرضت لكثير من الاحتلالات وعلى مر التاريخ الموصل لم تتعرض للاحتلال إلا في حالة كون بغداد كانت في ظرف ضعيف ما حدث في الجانب الأيسر هو يعطي الانطباع كيف تعامل أهل الموصل ليس فقط على المستوى الحكومي حتى على شباب الموصل مباشرة قاموا ببدء حمل التنظيف الموصل ورفعوا الشعار خلوها أجمل يقصدون مدينة الموصل قاموا بمحوا كل أثر لداعش قاموا بتنظيف الشوار حتى على مستوى بلدية الموصل وبلدية الموصل لم تستلم أي تخصص مالي منذ عزيران 2014 قامت بجهود ذاتية وباجتهادات شخصية برفع 45 ألف طن من الأنقاض من الجانب الأيسر للمدينة الموصل أعتقد أن تجربة داعش نعم كانت مريرة وكان سقط فيها الكثير من الدماء من الأرواح سواء من أهل الموصل أو حتى من قوات التحرير المتمثلة بالجيش العراقي وكل عراقي سعى لتحرير مدينة الموصل لكن أنا أعتقد أن داعش كان حلم أسود وسينتهي لكن لم يبقى له أثر داعش لم تستطيع أن تفرض ثقافتها على أبناء الموصل والدليل أن الآن داعش ينتقل من أهل الموصل لأنهم لم يرتضوا بهذا التنظيم وحتى سيطرت داعش على مدينة الموصل عندما سيطرت داعش على مدينة الموصل أهل المدينة الموصل كانوا شعب أعزل نحن نتحدث عن 3 ملايين و800 ألف نسمة مجموعة سكان محافظة لنا وبنفس الوقت لا ننسى أن داعش حصل على سلاح قدره وزير الدفاع السابق خالد العبيدي أن مبلغه 28 مليار دولار ونصف مما أطى داعش شراسة أمام كل هذه الملايين من الشعب الأعزل كيف ترى الموصل ما بعد داعش أعتبر حضرتك أيضا من أبناء الموصل يعني أنا في أتعصى الظروف متفائل جدا وأنا أعلم أن أبناء الموصل شخص مبدع وشخص متمكن موضوع داعش أنا أعتقد خلال أشهر قليلة إذا ما توفرت الرغبة السياسية لإنهاء كل المشاكل أن الموصل ستعود وإن شاء الله ستعود أفضل مما كانت وسيكون هناك إبدع والكل سيشترك في قرار مدينة الموصل لن يبتعد أحد عن هذا القرار الموصل هي مسؤولية الجميع طيب التفاؤل الذي لمسناه في شباب الموصل يعني من أين يجب البدء الآن في عودة الحياة يعني ما بعد داعش نتحدث إذا ما حررت الموصل بشكل كامل من أين يجب البدء بالعودة سريعا إلى الحياة يعني ابتداء نحتاج إلى إدارة جديدة في مدينة الموصل ونحتاج إلى حملة إعمار ما دمره داعش ومحاولة إعادة الموصل التي تسمى أم الربيعين وإعادة لها رونقها وجمالها ويعني أراضيها الخضراء أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا سيد غانم العابد الباحث المتخصص في شؤون الموصل شكرا جزيلا لك إذن مشاهدين بعد أن كان يتباهى بأنه تنظيم سيبقى ويتمدد أثبتت المجريات على الأرض بأن داعش لم يعد متمركزا مثل ما كان يعلن ولن يتمدد تنظيم داعش في الموصل أثبت فشله الذريع وعدم قدرته على السيطرة على مقاتليه بل وقادته أيضا وأثبت بأنه غير قادر على إدارة المعارك تنظيم داعش رسمت القوات العراقية مدعومة من التحالف الدولي نهايته وفشله لهذا نكون وقد وصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة من أكثر من عنوان كان عنوانها داعش يخسر في الموصل على التوالي ونهايته الحتمية حانت إلى حلقة جديدة وعنوان جديد أطيب تحيات لكم مني من فريق العمل من معدة هذه الحلقة ألف الجامي وابقوا دائما مع برامج تلفزيون الآن طبعا هذه الحلقة تجدونها على موقع أخبار الآن وطبعا لمتابعة أي حلقات جديدة أو سابقة أخبار الآن دوت نت تسبحنا على خير اشتركوا في القناة